مع مرور الصواريخ الإيرانية عبر أجوائه نحو الأراضي المحتلة يواجه العراق مخاطر جسيمة وسط تصاعد المخاوف من انجراره إلى دوامة الصراع في الشرق الأوسط وعلى الرغم من الأجواء المشحونة تتعالى أصوات نيابية وهي تدعو إلى تفعيل الدبلوماسية أداة للحفاظ على استقرار البلاد وإبعادها عن الفوضى بعد حروب دامية شهدتها على مدار حقود يجب علينا على الحكومة الاتحادية وعلى المسؤولين وعلى الحزاب السياسي والبرلمان العراقي الحفاظ على دولة العراق وعدم جره إلى الحروب وإلى الصراعات التي هي موجودة علينا الحفاظ على كيان الدولة على الشعب العراقي على مصلحة الشعب العراقي ناهيكم من الموقع الاستراتيجي وكذلك على اسم العراقي تعلمون تأثير العراق الإقليمي والدولي وبالتوازي مع تأكيد الحكومة العراقية التزامها بسياسة الحرص على عدم التصعيد يشدد أعضاء في البرلمان على أن لا حل لتجنب التورط في الصراعات الأقليمية سوى تفعيل لغة الحوار لإبعاد العراق عن تداعيات كارثية قد تعيده إلى مربع خطير نحن مع تكون العراق اليوم تكون محطة للتقارب وشات النظر لنا معطيات المنطقة خطيرة وكبيرة ونتمنى أن تنجح الحكومة العراقية والشعب العراقي بمعالجة التوترات والحروب المنطقة ونحن مع وقف الإطلاق النار وفي خضم التحديات والدعوات يجتهد العراق رسميا ليكون ساحة فعالة للدبلوماسية بدلا من ساحة حرب جديدة تضاف إلى دائرة الصراع الأخذة بالاتساع في المنطقة